أدى البرهان اليوم اليمين الدستورية رئيساً للمجلس السيادي فيما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية أيضاً وبرز البرهان البالغ من العمر 60 عاماً للمشهد السياسي السوداني بعد أن تولى رئاسة المجلس العسكري عقب تنحي رئيسه السابق عوض بن عوف بعد 24 ساعة من عزل عمر البشير في 11 من أبريل الماضي هذا وسيتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي للفترة الأولى التي تمتد لنحو 21 شهراً بموجب اتفاق الترتيبات الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقد أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان إكمال تشكيل المجلس السيادي الذي سيدير البلاد خلال الفترة الانتقالية